كل الناس بتعاني من مشكلة تمكين المصادقة السنائية على الفيسبوك وده اثبات قاطع عزيز المشاهد ان احنا بنقدر نحل المشكلة دية الصفحة اللي احنا هنحل المشكلة عليها النقاردة تم فتحها الحمد لله طيب لو انت بتعاني من مشكلة تمكين المصادقة السنائية على الفيسبوك يبقى تسمع الفيديو ده للنهاية عزيزي المشاهد لان احنا هنوريك اثبات ان احنا بنقدر نحل المشكلة دية بكل سهولة كل اللي انا محتاجه منك ان انت تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وزي ما انت شايف كده ده اثبات ان احنا بنقدر نرجع حسابات الفيسبوك من المصادقة السنائية لو انت بتبدأ تسجل دخول وبتظهر معاك المشكلتية يبقى الفيديو ده ليه تابع الشرح للنهاية علشان هتستفاد حرفيا ويلا بينا يلا بينا في الفيديو ده هنحل مشكلة المصادقة السنائية على الفيسبوك انا عايزك اول حاجة تركز على البريد الاكتروني اللي قدامك ده لان ده اثبات ان احنا بنقدر نرجع حساب الفيسبوك اول حاجة هنضغط على تسجيل دخول عزيزي المشاهد لما بتجي تسجل دخول على حسابك بتبدأ تظهر معاك مشكلة تمكين المصادقة السنائية زي ما انتو شايفين كده عزيزي المشاهد ده المشكلة اللي بتظهر عند معظم الناس وكمان اثبات كمان يعني ان الحساب هو اللي احنا هنقدر نفتحه ده اسم الحساب الطبيب تمام طيب اول حاجة عزيزي المشاهد زي ما انتو شايفين كده لو ضغطنا على كلمة تمكين المصادقة السنائية تمام بتبدأ تظهر معاك مشكلة لا يمكنك ادراء هذا التغيير حاليا يعني انت مش هتقدر تدخل الى حسابك بس احنا باذن الله تعالى بنقدر ندخلك على الحساب بتاعك مرة اخرى ونبدأ ان احنا نقدر نسترجع لك حسابك على الفيسبوك اذا كان الحساب بتاعك مؤم عزيزي المشاهد ودي الخطوات الاخيرة بيقولك الخطوات التالية لالغاء قفل حسابك بمجرد ان احنا هنضغط على التالي زي ما انتو شايفين كده عزيزي المشاهد بيظهر معاك البريد الاكتروني اللي انا ورطه لك في بداية الفيديو وقلت لك خلي بالك من البريد الاكتروني ده لان ده الزبات ان احنا بنقدر نرجع الحسابات تمام بعد كده هنضغط على التالي زي ما انتو شايفين كده تمام بيبدأ تفتح الى الصفحة اللي بعد كده بيقولك اللي تأمين طبعا الصفحة بتاعتك خلاص كده انت بتأمنها وبتسترجع الحساب مرة اخرى عزيزي المشاهد هنا بيقولك طبعا نفس البريد الاكتروني هنضغط على التالي زي ما انتو شايفين بيقولك هنا لقد كنت بإلغاء قفل حسابك خلاص كده انت فتحت الحساب طبعا انا افت اسكرين للحساب بتاعه تمام او اسكرين الشاشة للصورة دي وبعد كده هنضغط على عودة الى فيسبوك تمام طيب بعد كده عزيزي المشاهد هنضغط على التلت شرطات علشان نوريك اسم الحساب للإثبات يعني تمام زي ما انتو شايفين هو اسم الحساب الطبيب تمام يعني احنا صدقين مية في المية وفتحنا الحساب للشخص الطبيب ده وما فيهش اي مشكلة كده وكده خلصنا شرح المقارضة وعملنا إثبات ولو انت مستمر معاك المشكلة دية ياريت تكتبلي في الكومنتات وبإذن الله ارد عليك في التعليقات بإذن الله الواحد الاحد ما تنساش تصلي على النبي علي افضل الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته